الشق القانوني يعني فاتن عريف ووضح أنه كل واحدة اسمها فاتن دلوتي هتبقى دايما بطلة فعايز أعرف منك يعني إحنا المشاهدين كلهم تابعوا ناس تخضط الحقيقة من كم القضايا اللي بتتعرض ليها المرأة في محاكم الأسرة بشكل كبير جدا وكأن هي ما عندهاش حاجة يعني أي ستة عندها مشكلة ما هي عندها حياة وزي ما شفنا المسلسل بين الأسرة والأطفال والتعليم فإزاي تقدر تعيش حياتها الطبعية تاخد حقوقها أمام كل القضايا دي طيب حقول في البداية حضرتك أن طبعا تحية لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه هو مهتم بشكل كبير جدا بقضايا المرأة ودور المرأة وأهميتها في المجتمع لن تقوم أي دولة فيها تنمية حقيقية إلا حضرتك لما مشاركة المرأة فيها فإطلاق 2017 لعام المرأة بعدها حضرتك كان تم إطلاق استراتيجية 2030 لتمكين المرأة سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وكان أهم حضرتك بند فيها هي حماية المرأة من جميع أشكال العنف طبعا أنا بشكر حضرتك جدا أن أنت ألقيت الدوق النهاردة على هذه القضايا وفي ظل حضرتك القيادة السياسية مؤمنة بدور المرأة في المجتمع وحقها أن هي تعيش حياة سوية ولازم أن نسع جميعا سواء كمؤسسات مجتمع مدني أو حضرتك أحزاب أو حتى أعضاء مجلس نواب على أن نعمل على استقرار الأسرة لن تستقر الأسرة إلا بوجود قانون يا حضرتك يكون يهتم بالأحوال الشخصية يكون فيه الاهتمام الأول هي مصلحة الطفل حضرتك قلت على السيدة علشان إزاي أن هي تاقد حق قضايا كتير جدا أنا عايز أقول لك نحن شفنا مع نيلي كريم مع فاتن أمل حربي يعني قضية الولاية قضية الحضانة قضية التعليم قضية النفقة يعني هي تعيش في المحكمة بقى قوضة كده جنب المحكمة وتعيش في القضايا طبعا المسلسل ده حضرتك تقريبا ركز بكل قوته على معاناة المرأة في أروقة المحاكم من أول ما بيحصل خلاف ما بينها وما بين الزوج والزوج أنه هو حضرتك بيستعمل حقه على أنه هو بيطردها من منزل الزوجية من أول ما بيستولى على المنقلات بتاعتها من أول ما بتلاقي نفسها هي موجودة في الشارع هي وبناتها وبتعاني معاناة كبيرة مع بناتها على أساس أن هي عايزة توقفهم على أرض سلبة وتثبت لهم أن هي قوية وأن هي تقدر تحميهم كل المعاناة حضرتك اللي هي شافتها في المسلسل ده هيت أنا عايزة أقولك أن في عشرات من المعاناة ده هيت بتشوفها المرأة في أروقة المحاكم وخاصة لما بيتم التلاعب بحضرتك بتنفيذ الأحكام يعني أنا حضرتك بيخد المفروض عندي بيبقى عندي نفقة والنفقة ده هي لازم تساوي القيمة الحقيقية للحياة الاقتصادية اللي احنا بنعيشها بنفعش دلوقتي حضرتك لغاية دلوقتي بنك ناصر بيطلع لي 500 جنيه كنفقة مؤقتة علشان حضرتك يتم الانفاق بيها على الأسرة لنت استقر أسرة حضرتك بدون نفقة لو النفقة ما كانتش تساوي المصروف الحقيقي اللي بالنسبة للأولاد وبالنسبة للأسرة أنا بحكم على الأسرة داية بالضياع بحكم عليها بالهلاك يبقى أول حاجة حضرتك احنا لازم نسلط الدوق عليها هي النفقة طيب ايه كمان طول الإجراءات القانونية لأن شفنا مشهد كمان لو تفتكروا شفنا مشهد برضو لإحدى السيدات في المسلسل اللي جات تنزلت قالت أنا مش عايزة قضايا أنا هرجعله هتحمل الظلم والمهانة لأنه مبقاش معاها فلوس بالضبط تكمل من كتر المعاناة كمان اللي هي عانتها والضغوط النفسية اللي المجتمع كمان يعني كمان كان لديه دور كبير جدا في أنه هو يعني يضغط عليها نفسيا فهي يعني ضحل بحياتها ضحل بحياتها على أساس أنه هي حضرتك تقيم فوز اشترك في القناة